المقدم حيدر محمد ممثل مدرية المرور العامة يطلعنا على كافة التفاصيل والتوجيهات اللي صدرت من مدرية المرور العامة وإيضا الدور حقيقة لأبطالنا في هذه الظروف الجوية السيئة تفضل مقدم حيدر أشكراك أخي مقدم مصطفى بداية حقيقة نحن الأسبوع الماضي شهد من يوم أربعة لحد عشر آيار اللي هو يصادف يوم أسبوع المرور لهذا الأسبوع اللي صاد بعدة نشاطات لمدرية المرور العامة في بغداد وباقي المحافظات نعرف كل دول التعاون الخليجي وأيضا دول العالم بهذا الأسبوع يكون هناك نشاطات مرورية توعية سائقين مركبات ومستخدمي الطريق كمدرية المرور العامة نفذنا عدة حملات في بغداد وباقي المحافظات سواء تكريم الضباط القدامة عوائل الشهداء زيارة العوائل المتعففة نشاطات أخرى المتميزين والمسيرات الآلية في بغداد والمحافظات هذا هو أسبوع يكون للتوعية المرورية أيضا حقيقة قبل أسبوع المرور كنا دائما النوهة إلى الأخرى ومستخدمي الطريق وسائقي المركبات أنه ضرورة ارتداء حزام الأمان توجيه السيد مدير المرور العام ابتداء من هذا السبت الماضي بدأت مفارزنا في بغداد وباقي المحافظات بالمحاسبة على حزام الأمان نتعجب من بعض التعليقات حقيقة أحد المواطنين راسلنا على صفحة الإذاعة حقيقة فد نشر مهذب وتوعوي من أجل ارتداء حزام الأمان كم من التعليقات شي يقول لي نعم يقول لي إذا صار لا سامح الله حادث في حزام الأمان ما رح يسوي لك شي نعم وضح أن هذا الشي ما هي تعليقات حقيقة لا يحجب علمية لا يحجب نحن نعرف كل فعل ردت فعل نعم لكل فعل ردت فعل هنا المركبة يعني البعض يقول يمنى الله يوم مقدم حيذر يمنى بالله كلم مثل هذه التعليقات يعني حزام الأمان ترشي عالمي أسمع منه صاحب المرور والاختصاص شي سوي حزام الأمان وشيفيد مصطفى نحن ندعي الحوادث المرورية نشوف نسبة الوفيات الجيد مرتفعة هنا تأكد لك لو المرتدين حزام الأمان سواء الراكم أو أسواق المركبة اتقل أو يعلم بدلاً ما نفقد تزهق روح لا صلح الله أصابات فهو هذا الفرق طبعاً كحزام الأمان منظمة الصحة العالمية بأخذ تقليلها تقول إنه حتى كانت السرعة أربعين نحن لبعض من أخواننا سواق المركبات يقولون أن داخل المدينة ليش اللبسة هي ازدحامات مرات ما عبر السرعة سبتين يقول سبتين يعني السرعة لكن منظمة السرعة العالمية طبعاً هذه بالتقارير السرعة من أربعين للستين إذا صار حادث لا سامح الله ومرتدي حزام الأمان قد ينجيك من الموت هذه التقليل منظمة الصحة العالمية قد ينجيك من الموت طبعاً أكيد البعض من أخوان ساقي المركبات نحن لاحظهم يعني هستداخل المدين قد يمشون السرعة حتى مرات يعبرون المية فإذا لابس حزام الأمان أكيد راح يكون هو السلامت وإضافة لها هي فقرة قانونية موجودة في قانون المرور رقم 8 سنة 2019 وعليها غرامة مالية للأسف حتى نكون واقعين يعني المواطن سائق المركبة اللي يشوف محاسبة وردع يلا يلتزم ما أريد هذا الشيح هي هاي المشكلة يعني اليوم حقيقة يعني هسا اليوم إذا تنزل ويبوك أي مفرزة المفارزة اليوم إحنا كانت عندنا مفرزة في بغداد يعني تباوع الكل مرتدي حزام المال ييجي إمك مرتدي حزام المال استوقفناهم قالوا والله صداحة حتاب صداحة قلنا 국민 بس ملسحة محاسبة قلينا إلى مرتدي حزام المال خوفا من الغرامة المال من الغرامة مو أنه دائما يحافظ على حياته أو هو أي شيء عالمي حسنا حسنا نحن نحن ش complained حلينا ح milسحة المركبات وقلينا خوفا من الغرامة م assigning محاسبة لكني والله حزام الأمان هو السلامة واجب يطبق القانون فقلت لك احنا من السبت بدأة المحاسبة الفعلية احنا قبلها كانت هنا توجيه لسائق المركبات انه راح نحاسب انه ارتدي حزامنا من السبت بدأة المحاسبة الفعلية في بغداد وباقي المحافظات بإشراف السادة مدراء المحافظات مدراء الجوانب في بغداد السيد مدير المرور العام فأكيد احنا غايتنا سلامة الجميع ما عندنا اي غاية و اي مواطن فليل يصوروا انه مديرة المرور العامة احنا يوم متقصدين انه نغرمهم لأ احنا سلامتهم هذا الموضوع مهم جدا بلا شك ايضا موضوع اجازات السوق سابقا حملاتنا مستمرة في موضوع اجازات السوق في بغداد وباقي المحافظات كثير من اخوانا ساقي المركبات يقودون مركباتهم يأما ما عندهم اجازة السوق يأما ايضا يعني مجدد اجازة السوق منابلة فذلك وفازلنا مستمرة بالمحاسبة في بغداد وباقي المحافظات الحوادث المرورية يعني جاي اللاحظ يومية سواء صفحة مدينة المرور العام باقي مواقع التواصل الاجتماعي حوادث مرورية كثيرة جدا في بغداد باقي المحافظات حوادث بها جاي تسهق أرواح يعني احنا نتمنى السلام للجميع لكن نتمنى من سائقي المركبات أنه يبتزمون بقانون المرور يبتعدون عن السرعي اللي هي السبب في هذه الحوادث وأيضا باقي المخالفات الأخرى اللي يسبب حوادث مرورية المصطفى كحصاية مدينة المرور العامة خلال هذا الأسبوع لإنجاز المعاملات حقيقة في بغداد وباقي المحافظات يعني إنجاز معاملة ونقل ملكية ما يقارب أكثر من 27 ألف أو أكثر طبع لأوحات المركبات في بغداد باقي المحافظات أكثر من 15 ألف إنجاز الزازات السوق سواء منح لأول مرة أو تجديد أكثر من 13 ألف إذن هناك عمل دؤوب من كل مفارزنا ومجماعات تزييف في بغداد وباقي المحافظات أيضا فيما يخص تنظيم حركة السير المرور لاحظنا أخوانكم رجال المرور في كل الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية حقيقة خصوصا للعاصفة الترابية اللي قبل أيام موجودين في كل التقاطعات والساحات لتنظيم حركة السير المرور أيضا تشرب عبر واقع التواصل الاجتماعي إنه أحس سائقي المركبات في الديوانية حاول يدهس رجل المرور حقيقة بطل من أبطال المرور أثناء تحياتنا إلى وحمد الله على سلامته إن شاء الله يعني أثناء تأديته الواجب سائق مركبه مخالف حاول يتجاوز عن رجل المرور حاول يدهسه لكن أخوانكم ضباط مدينة المرور العامة وديوانية وإيضا النجدة القبل قبض عليه وحاليا إجراءات قانونية بحق المخالف فإحنا مرد نوصل لهذه الحالة مهما كانت المخالفة اللي عندك فإنت هي مخالفة تتحمل عواقبها لكن لس صير مجرد نرجع أقول هي بالتالي مخالفة نعم هي مخالفة ما راحل أنت مخالف فقط غرامة تنتهت بعض نعم فلا تتجاوز على الرجل المرور هو أخوك هو صديقك هو ابن عمك موجود في واجه ودي خدمة عامل خدمة المواطنين طائق المصطفى بداكو استفسار مواطنحنا حاضرين شكرا جزيلا جنابك